أعلنت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية كييفا عودة بعثاتها الدبلوماسية لاستئناف عمالها من كييف وفي بيان لها أوضحت السفارة المصرية أنه سيتم بدءا من غد الجمعة استقبال مواطنين والمترددين على القسم القنصلية لإنهاء مختلف المعاملات القنصلية أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتن أن بلاده تعمل الآن على تعزيز الشراكة مع الدول الأوراسية وأفريقيا وفي كلمة له أكد بوتن أن موسكو وضعت خططا للتصنيع وتم تقسيس نحو 300 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعات الزراعية ضمن الاتحاد الأوراسي مشيرا إلى أن روسيا بصدد تركيز على قطاعات أخرى جاذبة إلى جانب الغاز وضعنا خطة للتصنيع وتم صرف 300 مليار دولار على قطاع الصناعات الزراعية وحوالي 170 مشروع صرف عليها حوالي 16 مليار دولار وكنا قد هيئنا منافسة وقدرة تنافسية ليس فقط في المنطقة الأوراسية فحسب بل في العالم كله ومنذ فترة ليست ببعيدة كنا نشتري المواد الزراعية واليوم بتنا المصدر الأول في العالم للمواد الغذائية قال المستشار الألماني أولاف شالتس أن روسيا لم تنجح في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من عملياتها العسكرية في أوكرانيا وفي كلمة له خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس أضف شالتس أنه لا يمكن أن يملي الرئيس الروسي فلادمير بوتن شروطا لاتفاق السلام لفتا إلى أن أوكرانيا لن تقبل بشروط لتحقيق السلام وأنه من المرجح أن يتفاوض بوتن بجدية فقط إذا ما اقتنع بعد إمكانية روسيا الانتصار في الحرب والتغلب على دفاعات الأوكرانية أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جرت أوروبا إلى ما وصفه بأكبر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية وشدد أوستن على أهمية تحالفات الدولية والتي سمحت لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها وساعدت في مؤجهة سلوك الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي طالب الرئيس البولندي أندري دودا روسيا بالانسحاب من أوكرانيا وإعادة البلاد إلى حدودها المعترف بها دوليا وقال الرئيس البولندي أنه يجب الالتزام بمعايير القانون الدولي مؤكدا ضرورة أن يقوم نظام دولي على القانون من أجل ضمان السلام واحترام القواعد التي التزمت بها الدول مثل مثل مثاق الأمم المتحدة ميدانيا قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية أن هناك مؤشرات على تصعيد روسيا للقتال في حين أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل شن هجومها المكثف في عدة مناطق من خط المواجهة شرقي البلاد كما أشر الجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية وجوية على منشآت البنية التحتية في أنحاء أوكرانيا يأتي هذا فيما تحاول روسيا بسط السيطرة الكاملة على دونباس حيث قامت بإرسال ألاث القوات إلى المنطقة والهجوم من ثلاثة محاور في المقابل أعلنت توازرة الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية من تراز مي 24 في منطقة خاركوف وقالت الوزارة أن قوات الدفاع الجوية أسقطت كذلك طائرة نقل عسكرية أوكرانية تحمل دخيرة وأسلحة بالقرب من منطقة أوديسا اشتركوا في القناة أكدت الرئاسة الروسية رفضها ما وصفته بالدعاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن حضر موسكو صادرات القمح من أوكرانيا وقال المتحدث باسم كراملين دماتري بسكوف أن الولايات المتحدة والغرب تسببوا في تلك الأذمة بسبب فرض العقوبات على بلاده تبحث مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم سبل إبقاء أهداف تغير المناخ على المسار الصحيحة حيث تجري محدثات تضغى عليها تكاليف الطاقة المتصاعدة والمخاوف المتعلقة بإمدادات الوقود والتي أججتها الأزمة في أوكرانيا ويسعى وزراء الطاقة والمناخ والبيئة من مجموعة السبع إلى إعادة تأكيد الالتزام بوضع حد لالتفاع درجة حرارة الأرض بواقع واحد ونصف درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وحماية التنوع البيولوجي تامعون في العاصمة الألمانية برلين لبحث سبل إبقاء أهداف تغير المناخ على المسار الصحيح مع إجراء محادثات تضغى عليها تكاليف الطاقة المتصاعدة والمخاوف المتعلقة بإمدادات الوقود التي أججتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اجتماعات وزراء الطاقة والمناخ والبيئة من مجموعة السبع تتاجه إلى إعادة تأكيد الالتزام بوضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع واحد وخمسة من عشر درجة مئوية فوق المستويات ما قبل الثورة الصناعية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي مجموعة السبع أيضا تعتزم الالتزام بالتخلص التدريجي من توليد الطاقة بالفحمة بحلول عام 2030 رغم أن هناك معارضة من الولايات المتحدة واليابان يمكن أن تعرقل مثل هذا التعهد وقد دفعت الأزمة الأوكرانية بعض الدول لشراء المزيد من الوقود الأحفوري من دول أخرى بخلاف روسيا واستهلاك الفحمة لوقف اعتمادها على الإمدادات الروسية وهو ما أصار مخاوف من أن أزمة الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية يمكن أن تقوض جهود مكافحة تغير المناخ موسيقى